السؤال ما العمل؟ أنا متأكد ما في أحد مننا شاف هذه الحلقة إلا وتأثر وهذه المشاركات نابعة من معاناة الناس حطوا قلبهم فيها يعبروا فيها عن معاناتهم فما هو الحل؟ الحل الجذري للمشكلة سياسي ما في شك إلى أن يتم الحل السياسي ممكن كل واحد مننا أضعف الإيمان أن يتبرع ويحاول أن يرفع كل على قدر استطاعته من معاناة هؤلاء اللاجئين واليوم لا يوجد عذر لعدم التبرع مع وجود التكنولوجيا والإنترنت أهم شيء أن الواحد يتبرع لجهات موثوقة وعارف أنه ما فيها فساد وعارف أن الفلوس هذه ستروح لهم فعلا مفوضية الأمم المتحدة عندها موقع أيضا يسمح بالتبرعات 20 دولار ممكن توفر مراتب علشان اللاجئ ينام على مرتبة بدل ما ينام على الأرض 50 دولار توفر الاحتياجات الأساسية لعائلة من فردين 500 دولار تدخل فيها خمسة أطفال لاجئين المدرسة 700 دولار تقدم رعاية طبية وتنقذ حياة لاجئ فالدعوة أن نزكي الأمن اللي الله سبحانه وتعالى أنعمه علينا وهي زكاة زكاة الأمن الأمن نعمة نعمة كيف تزكي نعمة الأمن أنه أنت تخرج من بيتك لشغلك للمدرسة آمن آمن ما أنت خايف على أولادك يخرجوا من البيت تحصل لهم شيء أمن نعمة كيف تزكي هذه النعمة بأنك ترفع معاناة أو تخفف من معاناة من فقدوا نعمة الأمن هذا أضعف الإيمان وما يحتاج مننا إلا بعد هذه الحلقة ضغطة زر ضغطة زر والله يديم نعمة الأمن والأمان على البلاد العربية والإسلامية اللي موجود في هذه النعمة والله سبحانه وتعالى يعيد نعمة الأمن والأمان على كل من فقدها في بلده موسيقى موسيقى